اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهنا كانت عملية ولادي وعملية توازن كيف الحجر أو كيف التمثال يكون ناطق برسالة معينة للعالم وعن طريق فنية ورسالة اللي هي بتكون أي لغة بالعالم ممكن حدا يفهمها مش بالضرورة إحنا نحكي أي لغة يعني ناحية اللي كان موجود منحوتات منحوتات وكمان أعمال تركيبية نعم أكل وقت تبنيك جهستي هذا المنتوج من شانت عرضي الفنان عادة لما بيجي يشتغل بيشتغل أكثر موضوع دراسي لما هو بيكون فيه فرق بين فنان 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 بشتغل تبعه وفيه فرق بين منه فنان يكون أكادامي لما بتكون أنت أكادامي أنت هون دكتورة تتم عملية دراسي لموضوعك وكمان الفنان عادي طبعا بدرس موضوعه لكن لما أنت هون في عندك مسؤولية في هون رسالة تقدمها فأكيد بده فيه فيه نعم معنا أيضا جانا جانا أيضا روان من الفحم مزبوط من الفحم وجانا من جيل جولي نعم جانا وأنت بماذا شاركت بهذا المعرض أنا عملت أقوال عن الشمس التبريزي اللي هو صوفي درويش عملت منحوتي على الحات لكل ليلة قمر حتى ذلك الليل الذي بأعماقك بنات حات أسود ومن ورا عملت نجوم على أساس أنه ضوء تعين نجوم بطلع من بين الجملة نفسها نعم و بالإضافة لهذا الإشي عملت خمس لوحات فنية رسم لجمل لشمس التبريزي وحطيتهن بالنص بين رسم رسم إسلامي مع زخرفة إسلامية والجملة تتضمن هاي الرسمة نعم هذا هو مشروع ختامي يعني هذا هو مشروع اللقب لا هذا هو أربع سنين ثلاث سنين بعد أربع سنين بتعمل هاي المهم هاي بده برضو فترة زمنية ايه إحنا اشتغلنا سنين رابعة كله بكنا نشتغل طبعا بلش نشتغل طوالي في عندك بتحكي مع أستئمة السادذة بتحكي مع مشاهد على الشاشة أيضا يعني من أعمال الخرجات الفنانات مشاهد معا على الشاشة الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يستطيعون نعم المشاهدة نعم كم لي إذا ممكن بيبكى في معانا ناس اللي بيساعدونا استدية اللي بيضلوا معنا طول الوقت بيعطونا نصائح بنغير أفكار بنطور أفكار عشان نبكى ممكديم بال مركزين مركزين نعم إذن ومونيرة منصور الخريجة والفنانة مونيرة من الطايبي نعم وإش أنت شاركتي في المعرض أنا ابتكرت تقني اللي هي خاصة فيي ابتكرت عن طريق الورق الشفاف قصات ورق شفاف جبت ورق شفاف بحجم A4 قصقصته لصغير وجبت استريتر اللي هو للشعر نعم مصوفه في الشعر حطيت كل شك في فوق الثاني وعن طريقه سخنت هنا شوي وعملت زي شكل فقاعات فقاعات فكرية بنقدر نقول عنهن علاقتهن كتبت عليهم كل فقاعة كتبت عليها قضية معينة اللي موجودة في المجتمع اللي أنا بحس إنه المجتمع زي إيش مثلا؟ مثلا زي قضية إنه بفضله الولد على البنت زي قضية إنه وين ترح تتحجبه زي قضية إنه ممنوع تطلع متأخر لما تطلع متأخر ليش مثلا تلعت متأخر مع مين باكت يعني أبرزت هذه القضايا أو الشعارات على الفقاعات أبرزتها بالضبط عن طريق كتابات كتبت بخطة عملته خط زخرفته شوي بخطة الخاص وكمان رسمت رسمات عليه ممتاز روان أنت شاركت أيضا في معارض أنا عرفت خارج البلاد لها كان اللي تجارب مصنقا كان في بيروت معرضين اشتركت في بيروت في غاليري كوف كان في الخطوط العربية كان في بولاية أوهايو بولاية نيويورك نحبت؟ لا رسمت؟ رسم كل مرة في موضوع جديد كان في إلي معرضين بغزة كان في معرض مع صدفني يعني كان إلي شرف أن أتعامل مع الفنان خليل المزين هو فنان مخرج سينمائي وعملت أنا وياها عمل مشترك اللي هو The Red Carpet بصاط الأحمر ولكن كان هو عمل اللي هو أكثر عمل أدائي اللي أنا اشتركت فيه في صوتي وكان لايف يعني من لاحظ أنه في مجتمعنا في فنانين وفنانات اللي بيخترقوا الحدود ويصلون يعني للعالم الغربي طبعا بس هناك شيء مهم نحكيها نحن هنا مقيدين في داخل البلاد يعني فنان عربي داخل البلاد جدا مقيد فعادة أنا بحس أن الأردن دائما هي شباك أو نافذة لنا للعالم الخارجي أكثر علشان أنت تحكي عن هويتك يعني فشغلي جدا صيبة فأنا مؤخرا كاني معرض في عمان كانت برعاية الأميرة ريم العلي فكان مثلا هنا أعطاني أتحلي الفرصة أن أشوف فنانين من دول العربي لأنا مش ممكن أشوفهم هون جانا إذا حب أنك توصل لرسالة معينة قاربنا على الانتهاء أول إشي الإشي بده مصابرة وبده تعب وبدك تشتغل كثير على حالك وإحنا كعرب هام بالداخل إحنا لازم نثبت حلنا أزد من الثانيين حتى بالناس اللي بنعرفهم خلال التعليم شفت أنه هذا تحدي لإلك تحدي تحدي أنه أنا رح أصمد لبعد التعليم وتحدي أنه أنا رح أبكى موجودة هون مش بس خلال المسجير تحدي التعليم إطار التعليم إنه أنا موجودة برضه لبعد التعليم ورح أضل موليرة كلمة أخيرة شو بتوصلي؟ فن عبارة عن وسيلة فيك تحكي فيها قضايا معينة فيك تحكي فيها عن نفسك احلموا اعملوا فن انبسطوا الفن إشي بجنن تحكي كلمة؟ أنا ما أقول ما تخفوش أنه تتخذوا الفن أكاداميا الفن كثير حلو يستطور أكاداميا لأنه مختلف تماما فهي شغلي كثير حلو بالنجاح لألكو الخرجات الفنانات يعطيكم العافي بالنجاح والتألق دوما إلى الأمام يعطيكم العافي شكرا جزيلا لكنا يعطيكم العافي خليكم معي إلى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي ومباشر أطيب لومنيات وأجمل التحيات من طاقم العمل المحرر الرئيسي لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر بورانسيا المشرف على إخراج هذا البرنامج ساري جابر مدير التسويق في القناة سامي جابر أعزائي عزيزاتي كان معكم بلال شلاطن ألتقي بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة